هو الرجل التصل بيه وقدم اعتذاره وقال انا ما ادي شون حتيت هذا الحتي قلت له بابا تشينه تشينه مو بوايك قال ها لا والله جماعة دفعوني على الناب قلت له لعد اذن تلقى شرع مالك فلذلك انت عندما تقول نعم البداية انه انا قبل اسبوعين كانت اكون مناشدة من مواطن من اهل الناس في قضاء الغرف بصراحة اخذ التفاعل كبير هذا المواطن اتهم احد النواب انه هو اخذه وسواله عقد ودى المحكمة او سواله تنازل او سواله وكاله وديق بضراتب باسمه هكذا الرواية التي رواها هذا الشخص الحقيقة قبل ان يكون هناك حق الرد وحق الرد عندي مكفول يعني انا ما استهدف بالمراسلات وبردوء الافعال اللي اجدتي تقريبا تكاد ان تكون كل الردود قد كذبت هذا الرجل وقالت انه النائب المقصود اللي هو السيد محسن السعيدي من العوائل ومن النواب اللي لهم مواقف طيبة مع اهالي الناصرية واهالي الغراف فانا انطلقت من هاي النقطة في البحث عن هاي القصة لانه اصلا استهداف الناس والظلم حرام وانا اقول ايضا ارذل واخس صفة ممكن ان يتمتع بها الانسان هي الكذب او ان يستخدم كادوات حقيرة رخيصة بيد فلان وفلان لضرب فلان وفلان هذه مو من صفات الرجال ولذلك انا ايضا ينضم الي من مكتب للمبغداد النائب عن محافظة ذيقار السيد محسن السعيدي حياك الله يا سيادة النائب اهلا وسهلا دكتور حياك الله اهلا وسهلا بيك حياك الله استاذ انا اثرت ومن باب الاحترام ان تكون انت بالصورة والصوت على الرد لما ادعاه سالم من انه انت كنت تاخد راتبة وسويت العقد وطلع معايا تظلم انه وارد راتبة شقيت ويقول مو بس انا هو ايه فانا اتوقفت عد هاي القصة خصوصا انه سالم ايضا اتصل بيه واعتذر عن ما بدر منه شلو الحقيقة بهذا الموضوع سيادة النائب بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيك دكتور نجم الربيعي الاخ العزيز حقيقة هذا برنامج برنامج هادف جدا ويسلط الضوء على امور تهم المجتمع وكذلك يعني مشاكل كادت يعني ان تصل بنا الى حال غير هذا الحال لكن انت ومن خلال منبرك المنبر الهادف والمنبر الحر جاي تتعب ويعني تصل بمناشدات الناس والمظلومين الى حل هذه المشاكل وانا حقيقة من المتابعين لهذا البرنامج الجيد ويعني وأدواتك اللي تستخدمها في البحث والتوثيق والانطلاق من الحيادية التامة هذا ما لاحظته انت لم تحتمد شيء اي شيء سواء يعني تسمع وترى ما يدور حقيقة هذه الحادثة التي يعني جعلت من الشارع يتهم النائب محسن السعيدي حادثة عارية عن الصحة انا الاخ سالم هو ومجموعة كبيرة من العوائل العوائل الشهداء الاخوة المعوزين في حالات الزواج في حالات مساء طبعا هذا حديثي هسه يلامس الناس اللي انا يعرفون طريقتي وتعاملي بالحقيقة اقسم بالله العلي العظيم يعني راتبي عبارة عن مؤسسة خيرية وماد يد العون لجميع الانبيتي مفتوح وتليفوني مفتوح وما يوم من الايام اتنصلت او اعتذرت من موقف انساني او حاجة احتاجني بها احد حقيقة الاخ سالم انا لا اتهامي الى يعني بحجم ما هو استخدم يعني استخدم البعض لإسقاطي او للنيل مني وهذه الحمد لله وشكر لله رب ضارة نافعة انا ابين الحقيقة كما هي دكتور نجم انا يعني اوكلك بالنيابة عني انت اوكلك محامي محامي يعني واي سقف اي سقف مالي انا اتعهد وملزم بدفعه لمتابعة قضية سالم سالم ان يعني اذا لقيت لعقد بدائرة او لقيت لأجر بدائرة او لقيت لأمر اداري بدائرة معينة انا ملزم بجميع وكفيل بالامور القانونية وجميع الاتبعات الاخرى اذا هذا الشخص لقيت لعقد او لقيت لأجر او لقيت ل انا للامانة سيادة النائم اقولها بالبرنامج وامام الرأي العام هو الرجل التصل بيه نعم وقدم اعتذاره ايه وقال انا انا ما ادي شون حتيت هذا الحتي قلت له بابا اتا شنو حتيت مو بوايك قال ها لا والله جماعة دفعوني على الناب قلت له لعد اذن تلقى شرع مالك فلذلك انت عندما تقول نعم هذا احتراف خطير جدا دكتور والله العظيم انسان بسيط وشالم ترى يعني مو بعيد عن الرجل ابن منطقتي واخوي ابن عمي يعني استخدموا البعض لزجه واقحامه في هذه المشكلة وهو يعني بعيد عنها احنا اليوم الصراحة انا مو بصدد التبرير عن نفسي اليوم جاي اقعد بالقناة بس انت لحياديتك ووضعك لمساحة كبيرة من الحيادية قلت حق الرد مكفول الصراحة هذا اللي جابني واجهت للقناة وقعدت وحشيت الموضوع انا اتشرف بوجودك لازيات الناب اتشرف الله يحفظك ويقول لك مطلق الحرية في ما انتقول الله يحفظك والله العظيم لا عندي خلاف ويا سالم ولا وعائلتي وبالعكس عائلتي وبيتي وادخل لهم وباي وقت وانا علاقتي عائلية معهم بس سبحان الله اتفاجأت ان الناس انت تساعد مساعدات مالية نعم دكتور انت تطي معون مساعدة مالية شهرية والله اقسم بالله اساعد مساعدة حالة حال الاخوة الباقين والصراحة المساعدات متفاوتة انا مرة مثلا رات بيصير علي لود انطي خمشين انطي مية انطي خمشة وشبعين انطي مية وخمشين يعني مرات لا يصير اكو مثلا شيولة مالية عندي واقدر يعني لان انا اشترك دائما وحسا حديثي هذا يلامس يعني قلت لك يلامس الشارع والاخوة يعرفونني يعني مرات اشترك بغرف زواج مرات اشترك بعمليات بارك الله بمستشفيات اهلية مرات اساهم بس الكلام هذا ما اريد يعني للتسويق الاعلامي النفسي بس هذا الواقع اللي اعيشه حقيقي يعني الراتب وموظفة توظيف صحيح لخدمة الناس يعني من يجي واحد قدرت تتوصل الى الجهة التي كانت وراء سالم دفعتها لهذا الشكل هل هي جهة سياسية نعم بالحقيقة يعني من خلال بحث عن المشكلة المشكلة بالمنطقة اكوناس يعني هم يعني تقريبا ادوات لجهات سياسية يعني قدروا يوصلون يستغلون هذا الانسان البسيط وكذلك محل عمله هو محل عمل سالم ايضا اكو بي تدور اصابع الاتهام على شخص وشخصية موجودة مع بعمله هي وانت اردسي لك سؤال دكتور وجاوبني بصراحة يعني يعني شنه اللي خل سالم ينطلق رأسا للدكتور نجم الربيعي ويطرح مشكلته ليش مثلا ما المنطقة بيه وجهها والمحافظة بيه وجهها وذا المشكلة مثلا وصلت لحد معين مسدود خواه يروح مثلا احنا ناس يعني والله مظايفنا مفتوحة وانا بيت مفتوح وما احتقد يجيني وقصر عنه اذا كان انت من يعني يعني تصاغ بهكذا شكل وتروح لبرنامج برنامج له يعني له امتداد واسع على مستوى العراق اذا الهدف مو موضوع سالم ولا الهدف المعونة اللي ويسالم ولا الهدف سالم يتعين لو ما يتعين الهدف اسقاط وتسقيط لشخصية معينة أنا يعرفوني رجل عايش بالشارع الله يحفظ بيوتكم ويعمرها لكن المثل يقول من حفر حفرة لأخي وقع فيها هو والجهات التي وراها الله يحفظك والله أنا الأخوة كلهم يعرفوني الصلاح أنا مع الشارع دائما نازل بالشارع وإذا أكون مشاكل تمس الناس يعني فأنا تلقاني موجود بيها لذلك هذا الشيء يثير هذا تنافس غير شريف هذا تنافس غير شريف احنا اليوم في يعني أنا أحتبرها هاي محطة مهمة جدا ومحطة لصالحي مو ضدي هذا الاستخدام بهكذا طريقة مو ضدي بالعكس راح أستفيد منها وأحتبرها انطلاقة للرد وللتعامل مع أدوات وأنا أيضا أقول لك أنا أقول لك الإنسان اللي ما بيد شيء يلجأ إلى أساليب رخيصة من هذا المستوى وأنا أقول لهم كل من يحاول أن يستخدمني ويستخدم البرنامج ويعتقد أن يعبر والله أسحق على رأسه إذا كان على باطل وأثر للحق إذا تردون تشتغلون كرجال بالسياسة وبكل مكان صير رجال ويمشي بطولك وخلي أفعالك السولف عليك لا تكونون غمان والدورون ورسوالف باتر عقبطق عليك وتهينك كما يهان الذليل أنا أشكرك سيادة نائب وأشكر حضورك وهذا حقك في قناة التغيير وفي هذا البرنامج وأكرر شكري وتقديري وامتناني الجنابك الكريم دكتور حقيقة أنت أثبتت أنه أنت عنوان للحيادية وعنوان لكشف الزيف والبحث عن الحقيقة وهذا إن شاء الله ديدنك ونجاح نجاح مهم أعتبره لبرنامجك هذا البرنامج الهادف جدا أشكرك وأنا أدعوك دعوة رسمية وأكرر أنت موكل عني بإيكال أي محامي وعقد أو أجر أو تعيين لهذه الشخصية لهذا الشخص السالم بأي دائرة حكومية أنا كفيل بالتبعات الطارئية ومالية جميعا أنا أشكرك سيادة الناهب بارك الله بيك بارك الله بيك هذه لغة هذه لغة عالية ومبروك إليك وأعتقد نوبة العلمة ما ضرت أنا أشكرك اشتركوا في القناة